موسيقى خلال قمة ثلاثية بشرم الشيخ الرئيس السيسي يؤكد تطلع مصر إلى تعزيز التعاون البناء بين مصر والبحرين والأردن رئيس مجلس الوزراء يتابع جهود تنفيذ تكلفات الرئيس السيسي ويشيد بالجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لدفع أنشطة منتدى غاز شرق المتوسط صواريخ روسية تدمر مستوضع وقود شرقي أوكرانيا وزينسكي يتعهد بالدفاع عن جنوب البلاد الثالثة في القاهرة الواحدة بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس عبد الفتاح السيسي تطلع مصر إلى تعزيز التعاون البناء بين مصر والبحرين والأردن بما يحقق المصالح المشتركة لشعوبهم ويعزز من جهود العمل العربي المشترك خاصة في ظل التحديات الكبيرة النتجة عن التطورات الإقليمية والدولية المتعددة جاء ذلك خلال قمة ثلاثية في شرم الشيخ مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية صراحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بأخيه جلالة الملك الأردني ضيفاً عزيزاً على مصر مشيداً سيادته بقوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوة ومودة ومصير مشترك كما عقدت قمة سلاسية في مدينة شرم الشيخ جمعت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحري والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن تناولت القمة العلاقات الأخوية الوثيقة ومسارات التعاون الثنائي البناء بين الدول السلاسة والتنصيق المتبادلة تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة وأكد القادة على عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدان الشقيقة السلاسة وأهمية تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة كما رحب القادة بالقمة المرتقبة التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية وقد تم التأكيد على موصلة التنصيق والتشاور حيال مختلف القضايا المشتركة بما يعزز الجهود لحماية الأمن القومي العربي ويعزز مسيرة العمل العربي المشترك والقضايا العربية وشعوب المنطقة تشهد العلاقات المصرية الأردنية تطورا ملحوظا في كافة القطاعات خاصة في ظل الدور الإقليمي المهم الذي تلعبه الدولتان في مواجهة التحديات والأخطار التي تهدد المنطقة هذا وساهمت الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين في تعزيز العلاقات بين مصر والأردن جهود متضافرة وروابط تاريخية مميزة تبرزها العلاقات السياسية والاقتصادية المصرية الأردنية نظرا للدور الإقليمي المهم الذي تلعبه الدولتان في مواجهة التحديات والأخطار التي تهدد المنطقة هذه العلاقات المتميزة بل وردها الزيارات المتبادلة بين القيادة السياسية في البلدين حيث زار الرئيس عبدالفتاح السيسي الأردن عدة مرات التقى خلالها الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك الأردن شهدت التباحث حول تطورات مسارات التعاون المختلفة بين مصر والأردن ووسطى توافق سياسي في الرؤى والأهداف بين الرئيس السيسي والملك عبدالله الثاني تكتسب تلك العلاقات أهمية كبرى خاصة توافر عدة ملفات أساسية يتعاون فيها الجانبان بشكل كبير على رأسها القادية الفلسطينية التي تعد القاهرة وعمان طرفين أساسيين فيها ولا تزال الدولتان تسعيان من أجل استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وفقا للمرجعيات الدولية وفي ملف الإرهاب تتفق رؤى الدولتين حول ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية للتعامل بكل حزم مع خطر الإرهاب وثطرف والتنظيمات الإرهابية هذا بالإضافة إلى الرؤى المشتركة للوضع في سوريا وتأكيد البلدين على أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة ينهي المعاناة الإنسانية للشعب السورية ويحفظ وحدة وأسلامة الأراضي السورية وفي المجال الاقتصادي شهدت حركة التبادل التجاري بين مصر والأردن ارتفاعا كبيرا بتزامن مع التطور الذي تشهد العلاقات على المستوى السياسي في السنوات الأخيرة وطبقا للإحصاءات فقد سجلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 430.8 مليون دولار بالنصف الأول من عام 2021 مقابل 341.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرت بـ 26.2% كما بلغت قيمة الصادرات المصرية للأردن 348 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 274.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرت بـ 26.9% إذن هي علاقات وثيقة وممتدة ساهمت في تنمية التعاون الثنائي والعربي والإقليمي تضرب بجذورها في التاريخ وتتطلع لمستقبل واعد يسوده الأمن ورخاء للشعبين الشقيقين وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا سيدة الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير الأهرام أستاذ أشرف بعد التحية قمة مصرية أردنية بحرينية في مدينة شرم الشيخ العديد من الملفات على أجندة هذه القمة كيف ترى هذه القمة وأهم الموضوعات التي سوف تطرح مساء الخير بكل تأكيد كمة بلغة الأهمية في هذا التوقيت الذي ستستعد تهي الدول العربية التسعة دول مدينة التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن في الاجتماع في جدة في 15 و 16 من الشهر القادم لحضور الكمة العربية الأمريكية بالتالي هذا الأمر لنسترع التشاور بين الزهماء الثلاثة الرئيس القتاح السيسي ومريك الأردن ومريك البحرين لتنسيق المواقف العربية استعدادا من هذه القمة القادمة التي تحتاج إلى مزيد من التشاور وتنسيق بين الأطراف العربية الفاعلة لتحديد كثير من الأولويات في مرحلة القادمة بشأن هذه القمة الأمريكية وفي نفس الوقت أيضا نطلع على تقصيد المشهد العربي وممكن أن يكون هناك بحثي في كذالة استراتيجية التي تهم الأمن القوم العربي في هذا التوقيت الثلاثة الأهمية في دوقت والطراط ما يعرف بتحديات أزمة الحرب الأقرانية الروسية ومثال الثلاثة تناولوا بكثير من الدراسة والنقاش المعمت ليوم تفاصيل الأعداد للقمة العربية الأمريكية وأعتقد أنه صدرت في بيان الترحيب بهذه القمة وأيضا وممكن أن يكون هناك درجة كبيرة من التوافق والتلاقي بين الأطراف العربية في هذه القمة في ظل كثير من التحديات بالتوافق المنطقة والإقليم وفضوء أيضا تأسيس العلاقات أو قواعد جديدة في علاقات العربية الأمريكية في المرحلة القادمة خاصة أنها أول زيانة لرئيس الأمريكي بغير للإقليم الشرق الأوسط والدول العربية وبالتالي للأطراف العربية الثلاثة راغبة أن يكون هناك درجة كبيرة من تحفيز المشاورات والتنسيق مع العواصم العربية لتسيطة شرك في هذه القمة من أجل توحيل تنسيق المواقف والزحس في كثير من المخرجات تؤدي إلى إمكانية أن يكون هناك سوابة العلاقات العربية الأمريكية من ناحية وتنسيق المواقف العربية العربية بما يؤدي إلى أن يكون هناك بالفعل رغبة عربية في مواجهة مزيد من التحديات حفاظها على الأمن الإقليمي في المرحلة القادمة إذن أستاذ أشرف تتوقع حدوث تفرى في العلاقات العربية الأمريكية بعد هذه القمة قمة الرياض بكل تأكيد هناك تعاون كبير إدارة أمريكية ترسل مجموعة من رسائل خلال الساعات والأيام الماضية أبرازها اليوم لإستراتيجية الأمريكية الجديدة بشأن الشركة الأصلى عندما تحدث في الأمن القوم الأمريكي في تقرير 연ets الصدر صباح اليوم أن هناك أولوية أمريكية للتعاطم مع القدمات الشركة الأصلى ومرحلة القادمة وأن الإدارة الأمريكية الحالية رغبت في تعزيز وطعمة للاقات مع الدول العربية ومع الشركة الأصلى ومرحلة القادمة وأن القمة الأمريكية العربية القادمة ستلعب دورا فارقا فيه إمكانية أن يكون هناك درجة كبيرة من تعزيز كثير من أوجه ومجالات التعاون في مرحلة القادمة وأن النظارة الأمريكية عازمة أيضا على أن يكون هناك بالفعل قواعد حاكمة لمصار علاقات عربي أمريكي في مرحلة الحالية وفي المستقبل القريب بما يعزز حضور الدول الأمريكي وأناق حالة الكفاءة الذي تحدث عنها الرئيس الأمريكي عندما تولى مقاليد الأمور بأنه ينوي الانسحاب من الشرق الأوسط أعتقد أن التراغ في الموقف الأمريكي نتيجة ما حدثت بالتراعات الحرب الأوكرانية الروسية وفي نفس الوقت أيضا حاجة الجنب الأمريكي لأن يكون لديه درجة كبيرة من الحضور في إقليم الشرق الأوسط حفاظها على المصارح الأمريكية وفي نفس الوقت أيضا تبدل مشورة والتعاون وطعمة العلاقات مع الشرقاء الأساسيين في الشرق الأوسط وخاصة الدول العربية مع الإدارة الأمريكية أو مع الناس المتحدة الأمريكية بأعتبر أن هذه المنطقة لديها كثير من الاتمام بما لديها من موارد وأيضا توجهات الأمن القومي للجانب الأمريكي وأيضا حلفاء أمريكا في هذه المنطقة إذن هناك توازن في كفتي الميزان بين العلاقات العربية الأمريكية بكل تأكيد هناك توازن سيتم بالفعل بحثه وتكريس كثير من ألياته في المرحلة القادمة في ضوء هذه الكمة المرتقبة الأمر لا يستدعى أن يكون هناك درجة كبيرة من التشاري والتنسيق العربي كما تشام الشيخة السلسية اليوم هي أحد أدوات وركاز هذا التنسيق يجب أن يؤثر كثير من المخرجات الأساسية لتوحيد وصلابة تكريس الموقف العربي بما يشمل مجموعة من الأليات والركائز التي سوف يتم التعاطي معها من أجل توحيد وجهة النزل العربية والموقف العربي بشكل جماعي وفي نفس الوقت أيضا يكون هناك توافق على أليات لتدعيم هذه العلاقات أوازيل العلاقات أو هذا التعاون الأمريكي العربية في المرحلة القادمة وإمكانية توفير كثير من المخرجات لترتيبات الأمن القومي الإقليمي في الشرق الأوسط في ضوء كثير من بعض التحديات أبرزها ما يعرف به التحدي الغربي الخاص بالتفاق النوى مع إيران وأيضا تعصوره في هذا الشأن وفي نفس الوقت أيضا كثير من القلاق الموجات الإرهاب وبعض التحديات لا تحتاج إلى أن يكون هناك تضافر جهود عربية وأن يكون هناك تضافر أمريكي باعتبرها أنها الدولة قدرة في العالم ولديها حظوظ من الضوء والحضور في الشرق الأوسط وغيبها في التعديل مواقفها في ضوء كثير من الأزمات والتحديات ورغبة أمريكا بأن يكون إليها تكريس لهذا الحضور في الشرق الأوسط من جديد بقوة وفعالية بالتعاون مع الشراكين الأساسيين في المنطقة وخاصة في العالم العربي نعم الشكر الجزيل لحضرتك الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير الأهرم اشتركوا في القناة أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن ترحيبه بالجهود المبدولة للدفع أنشطة منتدى غاز شرق المتوسط لافتا لما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بالمشاركين في الاجتماع الوزاري للمنتدى مؤخرا وذلك بشأن قدرة المنتدى على القيام بدور محوري خلال المرحلة المقبلة لحل أزمة الطاقة العالمية جاء ذلك خلال اللقاء عقده مدبولي مع وزير البترول طريق الملة لمتابعة جهود تنفيذ تكلفات الرئيس السيسي فيما يخص عددا من ملفات العمل وأكد المشروعات التي تنفذها الوزارة في قطاع البترول كما تمؤن رئيس الوزراء خلال الاجتماع على توافر المنتجات البترولية المختلفة في ظل ارتفاع الأسعار عالميا أكد رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار محمد عبد الوهاب أن الهيئة تقوم بتنظيم عدد كبير من اللقاءات والزيارات للمستثمرين الأجانب بشكل دوري وذلك لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري على مواجهة أي تحديات عالمية جاء ذلك خلال افتتاح منتدى الأعمال المصري العماني بحضور ممثلي كبرى الشركات العمانية والمصرية وأعضاء غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان وتتضمن زيارة وفد غرفة تجارة وصناعة عمان زيارات ميدانية لعدد من المصانع بالمنطقة الاستثمارية بمدينة السادس من أكتوبر وذلك لتعريف الوفد العماني بمزايا الاستثمار بالمناطق الاستثمارية والفرص المتاحة على أرض الواقع أشاد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور رحن في جبال بالمجهود المبذول على مستوى اللجان النوعية من الأعضاء خاصة في المجال التشريعي والتعديلات الجوهرية التي تدخلها اللجان على مشروعات القوانين جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العامة للمجلس حيث جرى استعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2022-2023 ورعى تقرير اللجنة تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات وفقا للإحتياجات الفعلية لما تتطلبه القوانين والقرارات واقتراحات تحسين مستوى الأداء في مختلف القطاعات بالمجلس وانتهت اللجنة العامة في ختام اجتماعيها إلى الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2022-2023 على جانب آخر أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي اعتزازه بالمشاركة الفاعلة من النواب الشباب بالبرلمان المصرية على مدى يومين في المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وأضاف رئيس المجلس أن استضافة هذا المؤتمر جاءت بالتزامن مع تولي النائبة صحر البزار منصب رئيس مجلس منتدى البرلمانيين الشباب بالاتحاد البرلماني الدولي لتكون أولى برلمانية مصرية تتقلد هذا المنصب عقدت أربع جلسات تفاعلية بين البرلمانيين الشباب وممثلين لمنظمات المجتمع المدني والخبراء لمناقشة حالة تغير المناخ وتأثيرها على حقوق الإنسان والعمل البرلماني لمكافحة تغير المناخ والشراكة بين المجتمع المدني والبرلمانيين لمكافحة ظاهرة تغير المناخ وهو ما يمثل المرة الأولى التي تعقد فيها دولة مؤتمرا برلمانيا منفصلا قبل أشهر من استضافتها لدورة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الأمر الذي برهن على إرادة مصرية صادقة لبلورة جهد عالمي منظم وعادل على كافة المستويات الحكومية والتشريعية من أجل مكافحة تغير المناخ استقبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق سفير اليابان في القاهرة أوكا هيروشي وذلك لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وخلال اللقاء ثمن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق دور اليابان الحيوي في مجالات النقل والصحة والتعليم وغيرها من مجالات التعاون مثل تطوير المتحف المصري الكبير وإنشاء الخط الرابع لمتر الأنفاق ومن جانبه أشهد السفير الياباني بما تشهده مصر من تطور ملحوظ في مختلف المجالات لافتا إلى رغبته في تفعيل جماعية الصدقة البرلمانية المصرية اليابانية نظمت المنطقة الغربية العسكرية حفل زفاف جماعي لعدد 22 شابا وفتا بمدينة سيوة بمطروح وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني وزيادة أواصر التربط بين أبناء الشعب المصري وقواته المسلحة بدأ الاحتفال بتنفيذ عرض للموسيقات العسكرية والعديد من الفقرات الفنية والطرفهية لفرقة الفنون الشعبية بمحافظة مطروح التي تحمل طابع الفلكلور الشعبي وسط حالة من الفرحة والبهجة التي غمرت أبناء مدينة سيوة كما تم توزيع الهدايا المدية والعينية على الشباب والفتيات وفي سياق متصل وانطلاقا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة كما قام قائد المنطقة العسكرية الغربية بافتتاح مجموعة من الآبار الجوفية بعدد من قرى مدينة براني مساهمة في توفير حياة كريمة لأبناء محافظة مطروح وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 424 قضية تنموينية بمضبوطات بلغت قرابة 92.5 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 65 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي لاستلع الغذائية تم ضبط ما يقرب من 26.5 طن أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 610 قضايا من بينها 67 قضية خبز ناقص الوزن و81 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب منظومة توريد وتداول القمح المحلية تم ضبط ثلاث قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 10 أطنان أقماح محلية توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى لوكسنبورج لعقد الدورة التسعة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي وأوضح المتحدث هو رسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ أن وزير الخارجية سامح شكري سيكتمع أيضا بمجموعة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي وذلك للتشاور حول الموضوعات محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها موضوعات المناخ في ضوء استضافة مصر ورئاستها للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كما سيعقد شكري عددا من اللقاءات الثنائية مع وزراء الخارجية الأوروبيين على هامش الاجتماع وستشمل الزيارة شقا ثنائيا لتعزيز العلاقات بين مصر ولكسنبورغ قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دينبرو فالنتين ريزنيوشينكو إن القوات الروسية استهدفت مستودعا لتخزين الوقود في بلدة نوفو موسكوفيسك شرقي أوكرانيا بثلاثة صواريخ وأضف أن الهجوم الروسي أدى إلى تفجير المستودع فيما قتل شخص وأصيب اثنان آخرا جراء الهجوم وأوضح أن رجال الإطفاء قاموا بإخماد الحريق الناجم عن الضربة الصاروخية تعهد الرئيس الأوكراني فلادمير زينيسكي بالدفاع عن جنوب البلاد في كلمة سجلها وهو في طريق عودته من زيارة إلى منطقتين ميكولاي فوديسا الوقعتين على طول البحر الأسود كان زينيسكي قد التقى خلال زيارته قادة إقليمين كما زار العاملين في المستشفيات والجنود وقام بتسليم الجوائز لعشرات الأشخاص في كل موقع لن نتنازل عن الجنوب لأحد سوف نستعيد كل ما يخصنا وسيكون البحر أوكرانيا وآمنا عقدت في ميكولاي فوديسا اجتماعات مع جيشنا ومع جميع المسؤولين عن الدفاع عن هتين المنطقتين والعمل بهما استمعت إلى تقاريرهم حول الدمار الذي طال المنطقتين بفعل الضربات الروسية الخسائر فادحة وتم تدمير العديد من المنازل وتعطلت الخدمات اللوجستية المدنية وهناك العديد من المشكلات الاجتماعية أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية أن الوضع الشمالي خاركيف صعب للغاية حيث تحاول القوات الروسية الاقترابة لمعاودة قصف المدينة وأوضح مستشار الوزير الداخلية الأوكرانية فاديم دينيس نيركو أن روسيا تحاول جعل خاركيف مدينة على خط مواجهة خاصة وأن المدينة تعد ثاني أكبر المدن الأوكرانية أعلنت السفيرة الألمانية لدى أوكرانية أنكا فيلدسون أن ألمانيا سترسل مدافع أو مدافع هاوتزر جديدة إلى أوكرانيا في الأسبوع المقبلة ومن المتوقع أيضا أن توفر إمدادات مدفعية وراجمات سواريخ متعددة الإطلاق وقالت فيلدسون إنه من المقرر أن تتسلم القوات المسلحة الأوكرانية منظومة هي مارس عالية الحركة التي توردها بريطانيا والولايات المتحدة بالإضافة إلى مدافع هاوتزر وكما توقعت السفيرة الألمانية توريد أنظمة دفاع جوية حديثة مضادة للسواريخ الباليستية كان قد أعلن عنها المستشار الألماني أولافا شولتس أكتوبر الماضي لافتة إلى أنها ما زالت قيدة التصنيع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينسن ستلتنبرغ أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد تستغرق سنوات وأضاف ستلتنبرغ أن تزويد القوات الأوكرانية بأحدث الأسلحة من شأنه أن يزيد من فرص التحرير منطقة دونباس من السيطرة الروسية وكان ستلتنبرغ قد أعلن في وقت سابق أنه من المتوقع أن توافق قمة حلف الأطلنطي في مدريد في وقت لاحق من هذا الشهر على حزمة المساعدات لأوكرانيا من شأنها أن تساعد البلاد في الانتقال من أسلحة الحقبة السوفيتي القديمة إلى عتاد الحلف الذي يتسم بموصفات قياسية أعلنت وكالة حرص الحدود البولندية ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا إلى 4 ملايين و 166 ألف لاجئ منذ بداية العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي وأوضحت الوكالة أن بولندا استقبلت 26 ألف لاجئين جديد وافدين من أوكرانيا فيما غادر أكثر من 27 ألف آخرين البلاد عائدين إلى أوكرانيا أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لويس ميجيل لابوينو أن الاتحاد يعمل مع أوكرانيا لتسهيل الصادرات الغذائية والزراعية إلى الخارج وأوضح أن الاتحاد الأوروبي لم يشهد مثل هذه الوحدة تجاه أي قضية أخرى تتعلق بدولة ثالثة خارج التكتل خاصة أن أي قرار في مجال السياسة الخارجية بحاجة إلى إجماع الدول الأعضاء السبع وعشرين وأوضح أنه بالإضافة إلى العقوبات فإن الاتحاد قدم مساعدات مالية وفنية ضخمة لأوكرانيا والشعب الأوكراني مشيرا إلى أنه يجرى العمل مع أوكرانيا لتسهيل الصادرات الغذائية والزراعية إلى الخارج أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستتخذ إجراءات طارئة لتأمين إمداداتها من الغاز في مواجهة انخفاض الإمدادات الروسية بما في ذلك زيادة استخدام الفحم وقالت وزارة الاقتصاد أنه يجب استخدام كميات أقل من الغاز لتوليد الكهرباء وبالتالي سيتعين استخدام محطات الطاقة العاملة بالفحم بشكل أكبر وخفضت شركة جازا بروم الروسية المملكة للدولة تضفق الغاز عبر خط أنبيب نوردستريم وان عبر بحر البلطيق خلال الأيام الماضية وهو ما صنفته ألمانيا على أنه ذو دوافع سياسية تسلمت نمسا نصف كميات الغاز المعتادة من روسيا بسبب القيود الجديدة التي فرضها الكريملين على فين وذكر بيان لشركة الغاز الوطنية في النمسا أن روسيا تقوم حاليا عبر شركتها جازبروم بإغلاق أنبيب الغاز إلى النمسا حيث تقلصت كميات الغاز بالفعل إلى النصف يذكر أن النمسا والاتحاد الأوروبي ننفذان خطة للتقليص الاعتماد على وردات النفط والغاز الروسي وذلك في إطار عقوبات أوروبية بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كما تقوم روسيا من جانبها بتقليص إمدادات الغاز إلى أوروبا بواتيرة سريعة أفادت صحيفة والستريت جورنال الأمريكية بأن التباطئ النمو والتضخم الحاد وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أدى إلى تكثيف الضغط على أداء الأسواق الناشئة وإذكاء المخاوف بشأن التعارض لأزمة ديون حادة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخلة وأكدت الصحيفة زيادة المخاوف من ارتفاع عوائد السندات واستمرار تدفق رؤوس الأموال بالخارج في دوء قرار المتثمرين بالخروج من البلدان الضعيفة لصالح عوائد أكثر أمانا في أماكن أخرى كما أن التوترات التي تصاعدت منذ بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا تزداد سوءا بالتدريج مع الاستمرار في تدهور أفاق النمو العالمي وتلاشي الأمال في تحقيق انتعاش سريع إثر معدلات تضخم غير مسبوقة قال وزير النقل البريطاني جرانت شابس إن إضراب عمال السكك الحديدية المزمع هذا الأسبوع خطأ فادح محذرا من أن المواطنين لم يتمكنوا من الذهاب إلى المستشفيات أو الامتحانات المدرسية أو العمل وسيدرب أكثر من 50 ألف من عمال السكك الحديدية أيام 21 وال23 وال25 من يونيو ضمن نزاع حول تجميد الأجور وخفض الوظائف فيما وصفته نقابة عمال السكك الحديدية والنقل بأنه أكبر إضراب في هذا القطاع منذ أكثر من 30 عاما قال وزير المالية الألمانية كريسيان ليندنر إن تكاليف الفائدة على القروض الحكومية سترتفع العام المقبل داعيا إلى إلغاء بعض الدعم لكبح عجز الميزانية وبحسب وكالة بلومبرغ أكد له أن مدفوعات الفائدة قد تصل إلى 30 مليار يورو العام المقبل ارتفاعا من أكثر من 4 مليارات يورو في عام 2021 وكانت مجالة ديرش بيجل الألمانية قد ذكر في وقت سابق هذا الشهر أن حكومة الألمانية تخطط لصافي اقتراض بنحو 16 مليار يورو العام المقبل نوالي تقديم نشرة الثالثة أكد الرئيس العراقي برهم صالح إدانته للاعتداءات على سينجار وأنه يجب وقف التوترات التي تهدد أمنى الأيزيديين وذكر المكتب الأعلمي للرئاسة العراقية أن رئيس برهم صالح استقبل في قصر السلام ببغداد وفدا من أهالي سينجار بحضور رئيس جهاز الأمن الوطنية وذلك لبحث تطورات الأوضاع الأمنية والخدمية والإنسانية في المدينة وأكد صالح أن سينجار عانت الكثير جراء العنف والإرهاب وواجه أهلها ببسالة شتص مصاعب والمحن مشددا على ضرورة رفع معاناة أهل سينجار وتوفير الأجواء اللازمة لعودة النازحين قال مصدر أمني عراقي أن انفجار وقع بالقرب من سياج مقر أمني تابع لجهاز المخابرات العراقية وسط بغداد وأضف للمصدر الأمني أن الانفجار حدث بطريقة مزدوجة عبر عبوتين ناسفتين محليتي الصنع تم وضعهما بالقرب من السياج مشيرا إلى أن الانفجار لم يسفر عن سقوط ضحايا أو وقوع إصابات لكنه خلف بعض الأضرار المادية يعقد رئيس اللبناني ميشيل عون أربعة وأربعين لقاء الخميس المقبل مع أعضاء المجلس النواب اللبناني سواء ضمن الكتل النيابية أو المستقلين وذلك لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد وتجرى الاستشارات النيابية الملزمة من خلال دعوة رئيس الجمهورية للكتل النيابية والنواب المستقلين للقاءات مغلقة بحيث يقوم كل تكتل أو نائب مستقل بتسمية مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة ثم يقوم رئيس الجمهورية بتكليف المرشح الذي يحظى بأغلبية أصوات النواب بعد إطلاع رئيس مجلس النواب على نتيجة الاستشارات ثم يصدر رئيس الجمهورية مرسوما لتسمية رئيس مجلس الوزراء منفردا أكدت محافظة سهاج أنه تم تسليم 14 سيارة إسعاف لمدرية الصحة بالمحافظة وأشارت المحافظة إلى أنه تم التنسيق بين المحافظة ومدرية الصحة لتسليمها سيارات الإسعاف وتوزيعها على وحدات المحافظة وأكد المحافظة على استمرار عمليات التطوير والدعم في جميع قطاعات بالمحافظة لخدمة المواطنين نظمت جامعة تنطق قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بقرية سجين مركز قطور بمحافظة الغربية وذلك لفحص لعلاج المرضى وصرف الدواء بالمجان وأوضح رئيس جامعة تنطا دكتور محمود ذكي أن القوافلة الطبية تجوب قرى مراكز المحافظة موضحا أن قافلة اليوم تأتي بالتعاون مع وزارة الشباب لتقديم الرعاية الطبية إلى الأسر الأولى بالرعاية وشهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لخمسمائة وثلاث عشرة حالة من أهالي القرية نفى المركز والإعلامي لمجلس الوزراء شائعة تأدية امتحالات شهادة الثانوية العام للعام الدراسي 2021-2022 في المواد غير المضافة للمجموع من المنزل وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه سيتم تأدية امتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2021-2022 في المواد الدراسية غير المضافة للمجموع داخل لجان امتحانية مراقبة ومؤمنة بالمدارس وفقا لجدول الامتحانات المعتمد وفي سياق متصل تعقد امتحانات الثانوية العامة في المواد غير المضافة للمجموع بداية من العشرين من يونيو حيث يؤدي الطلاب يوم العشرين من يونيو امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية فيما يؤدي الطلاب امتحان الاقتصاد والإحصاء يوم الحادي والعشرين من يونيو استقبل وزير البترول والثروة المعدنية طارق المل الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول الإماراتية منصور الحامد وذلك لبحث تعزيز التعاون وفرص زيادة الاتثمارات للشركة الإماراتية في مصر وأكد وزير البترول طارق المل استعداد قطاع البترول لتعميق الشراكة مع الشركة الإماراتية التي تتطلع لضخي اثثمارات جديدة في عدد من المجالات وتنويع اثثماراتها في قطاع البترول مشيرا إلى أن مجالات الطاقة والبترول والغاز أكبر داعم للتعاون المصري الإماراتي على الصعيد الاقتصادي ومن جانبه أكد رئيس شركة مبادلة للبترول أن مصر دولة واعدة وزاخرة بالفرص الاثثمارية في قطاعات الطاقة والبترول والغاز مضيفا أن الشركة تتطلع لزيادة ضخ اثثماراتها في مصر مؤكدا جهزيتها لمشاركة في المشروعات والفرص الاثثمارية الجديدة بهذا القطاع التقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشات مع ستيفن هامر محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي كبير مستشاريه للعمل المناخي بحضور عدد من مسؤولي البنك وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقيدها مع شركاء التنمية متعددية الأطراف والثنائيين لتعزيز العلاقات المشتركة ودعم رؤية مصر التنموية عشرين تلاتين وخلال اللقاء تم بحث سبول تعزيز التعاون المشترك ودعم البنك للجهود الوطنية المبذولة في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ كوب سبعة وعشرين وآليات العمل المشترك مع البنك ومتابعة اللقاء الذي تم خلال اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي بنيورك فضلا عن مناقشة آليات التعاون المقترحة مع البنك خلال مؤتمر المناخ على مستوى الدعم الفني وتبادل الخبرات وإلى البرصة المصرية حيث أنهت البرصة عملات جلسة اليوم بداية جلسات الإسبوع بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي بدغوط مبيعات المتعاملين الأجانب وخسر رأس المال السوقي 8.1 مليار جنيه لغلق عند مستوى 649 مليار و558 مليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات تراجع مؤشر EGX30 بنسبة 1.4% لغلق عند مستوى 9728 نقطة كما انخفض مؤشر أشركات الصغيرة والمتوسط EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 1.82% لغلق عند مستوى 1820 نقطة وهبط مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 1.63% لغلق عند مستوى 2693 نقطة أعلن المهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء ارتفاع معدل التدخم بنسبة 11.73% وأعلنت شركة بيترو براس البرازيلية رفع أسعار الوقود في البرازيل مما أثار غضب الرئيس جاير بولسونارو الذي يواجه إضافة لارتفاع معدلات التدخم في البلاد معركة انتخابية يواجه اقتصاد البرازيل مشاكل بعد أزمة كورونا إضافة إلى ضغوط التدخم التي تسببت بها العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وإضافة للأعباء التي يواجهها الاقتصاد البرازيلي أعلنت شركة بيترو براس البرازيلية شبه الحكومية للنفط رفع أسعار الوقود في البرازيل مما أثار غضب الرئيس جاير بولسونارو الذي يواجه إضافة لارتفاع معدلات التدخم في البلاد معركة انتخابية ويشكل ارتفاع الأسعار في البرازيل وخصوصا المواد الغذائية والوقود نقطة ضعف في حملة الرئيس وفي تحدي لظروف الاقتصاد البرازيلي أعلنت شركة بيترو براس وهي أكبر شركات النفط في أمريكا اللاتينية أنها سترفع سعر البنزين بنسبة 85 من 100% والديزل بنسبة 14 و 26 من 100% وذلك اعتبارا من اليوم وعززت الشركة قرار رفع الأسعار إلى سيناريو ينطوي على تحدي في البرازيل والعالم في إشارة إلى الأزمة في أوكرانيا والتي أدت إلى رفع أسعار النفط في العالم وسبق أن شهدت أسعار الوقود في البرازيل ارتفاعا العام الماضي بنحو 33% وفق أرقام رسمية علما بأن أحدث رفع للأسعار حدث قبل ثلاثة أشهر هذا وبلغ معدل التدخم في البرازيل نسبة 11 و 73 من 100% وهو أعلى بكثير من الهدف الذي وضعه البنك المركزي عند 3.5 من 10% ورفع البنك المركزي البرازيلية معدل الفائدة الأساسية للمرة الحادية 10 تواليا وذلك في محاولة لمكافحة التدخم قال وزير المالية الألمانية كريستيان ليندرنر أن تكاليف الفائدة على القروض الحكومية سترتفع العام المقبل داعيا إلى إلغاء بعض الدعم لكبح عجز الميزانية وبحسب وكالة بلومبورغ أكد ليندرنر أن مدفوعات الفائدة قد تصل إلى 30 مليار يورو العام المقبل ارتفاعا من أكثر من 4 مليارات يورو في عام 2021 وكانت مجالة ديرشبيجي الألمانية قد ذكرت في وقت سابق هذا الشهر أن الحكومة الألمانية تخطط الوصف في اقتراض بنحو 16 مليار يورو العام المقبل وللمزيد دائمين المتابعة ينضم معنا عبر الهاتف عضو مجلس مدينة هايدنهاوزن الألمانية حسين خضر بعد التحية كيف ترى موجة التطخم التي تكتاح العالم حاليا وما هي إجراءات الحكومة الألمانية لمواجهة ذلك هذه حالة البداية والمثال المشاهدين طبعا المانية أو منطقة الجروب الكامل هي بتعاني من أعلى مستوى على الإطلاق بالتطخم وده مش مفاجأة حصلت الفترة الأثيرة بس ولكن ده بسبب حاجات كتير حصلت في 30 شهر اللي فاتوا ومش أوروبا بس بتعاني منها ولكن العالم كله بيعاني منها لحد اللحظة دي ولسه قدامنا كمان فترة وكمان التعافي منها هيكون صعب والمعدل التطخم وصل لـ 8 أو 1 من 10 دي نلبة جدية جداً ما حصلتش من عشرات سنين هنا في منطقة اليوروب بداية من أزمة الكورونا اللي كانت من سبابة حاجات كتير جداً وتبعات أكسابية ولكن كان أخطر الحاجات اللي حصلت في فترة الكورونا كانت تعطيل حلقات أو ثلاثل التوريد اللي كانت بيعتمد عليها البطانة اللي موجودة في منطقة اليوروب وبالتالي كان فيه طلب كبير جداً وعرضه قليل اللي بدوره أدى إلى ارتفاع الأسعار بعد كده حصلت طبعاً الأزمة الروسية الأوكرانية والدولتين ليهم أهمية كبيرة جداً لأنهم بيوردوا معادل كتيرة جداً ومواد غذائية إلى جانب المواد البترولية وده طبعاً أدى أنه فيه طلب على المواد البترولية والمعادل أكتر من المعروف في السوق وبالتالي بقى فيه ارتفاع لهذا في أسعار الطاقة وبالتالي بقى فيه ارتفاع الثاني في الأسعار وطول ما الطاقة سعرها بيزيد وطول ما الموجود منها أو المعروف في السوق قليل بترتفع معاه أسعار كل المنتجات أو الحاجات اللي هم نستخدمينها في حياتنا اليومية حتى لو بنتكلم على الخبز العادي نقله وشحنه وتوريده وتصنيعه بيعتمد أيضاً على الطاقة أو حاجات كتيرة جداً مش الخبز بس المصانع اللي عندها معارضة عائدة كبيرة جداً في مادة الحديد الخام فيه شركات تعطلت خطوط إنتاج عندها فيه حاجات كتير جداً حصلت قدت للحنة وصلناه للفترة الحالية طيب شايف حضرك الإجراءات الممكن تتخذها ألمانيا خلال الفترة القادمة الإجراءات طبعاً لخطوط الحكومة الألمانية هي خدت بعض الإجراءات أنها تدعم البصر أنها تدعم معدود الداخل أنها تقلل إلى حد ما نسبة الضريبة على بعض المواد زي المواد المترولية وفي نفس الوقت كان فيه دعم على المواصلات لأن طبعاً النهاردة أسعار المواد البترولية حتى للمواطن العادي يركب عربية وعايز يخطط فيها بنزين أو صولان بقت غالية جداً بالإزبال وبقى فيه دعم على تذاكر المواصلات العامة يقدر من خلالها أي مواطن يركب طول الشهر أي مواصلة عامة داخل ألمانيا بمقابل 9 يورو فقط في الشهر وده طبعاً حدث تاريخي ما حصلش قبل كده قام بتاريخ ألمانيا عضو مجلس مدينة عيدنهاوز الألمانية حسين خضر شكراً لك انتهت نشرة الثالثة وإليكم أهم ما جاء فيها خلال قمة ثلاثية بشرم الشيخ الرئيس السيسي يؤكد تطلع مصر إلى تعزيز التعاون البناء بين مصر والبحرين والأردن رئيس مجلس الوزراء يتابع جهود تنفيذ تكلفات الرئيس السيسي ويشيد بالجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لدفع انشطة منتدى غاز شرق المتوسط سواريخ روسية تدمر مستوضع وقود شرق أوكرانيا وازل النسكي يتعهد بالدفاع عن جنوب البلاد ختام نشرة الثالثة دمتم في رعاية الله وأمنه شكراً لكم وإلى لقاء جديد اشتركوا في القناة شكراً لكم وإلى لقاء جديد